اشتركوا في القناة والدى محمد عابد الجابري المغربي الذي شرح العقل العربي ولد محمد عابد الجابري في السابع والعشرين من ديسمبر من العام الف وتسعمائة وخمسة وثلاثون بمدينة فيقيق الواقعة في شرق المغرب الفاصل والده هو صغير وتزوجت أمه من شيخ كتاب فتلقى محمد عابد الجابري التعليم على يد زوج والدته التحق بعدها بالمدرسة الفرنسية ودرس فيها عامين ثم انتقل بعدها لمدرسة النهضة المحمدية والتي أنشأها الحاج محمد فرج وهو من الرجال السلفية النهضوية بالمغرب من فلسفة محمد عابد الجابري أنه رفض تقسيم الفكر العربي إلى مثالي ومادي أو نصي وأقلي واقترح عوضا عن ذلك تقسيما جديدا بديلا ومستمدا في الوقت ذاته من ابن رجد الفيلسوف الأندلسي كما أن من فلسفة محمد عابد الجابري أن العقل العربي في رأيه قائم على ثلاثة نظم مترابطة وهي النظام البياني والنظام العرفاني والنظام البرهاني وهي محصلة لتشابكات غرست مع الزمن أو مرور الزمن في الوعي العربي كما أن محمد عابد الجابري يرى أن النهضة العربية المعاصرة بنيت على أساس توفيقي بين بعث الماضي والاستفادة من الحضارة الحديثة ما ينسجم مع ثراثنا وذلك في رأيه خطأ فاهش فالاستمرارية لا تكون بواسطة شيء خارج عن جوهر هذه الاستمرارية وحسب الجابري فإنه لنقض التراث فإنه لا بد من القطيع المعرفية معه لذلك يقترح قراءة جديدة للتراث تجعله معاصرا لنفسه ومعاصرا لزماننا الحالي في الوقت ذاته ومن أقوال محمد عابد الجابري أنه يرى أن تطوير العقل العربي أو تجديده يجب أن يتم من خلال ممارسة الفكر القديم نفسه والعيش معه ونقضه من الداخل وليس من خلال رفضه رفضا مطلقا وأولئك الذين يرفضون تراثهم العربي الإسلامي يقبلون قبولا غير واعي تراثا آخر يتخذون منهم منظومتهم المعرفية من أقوال هذا المفكر المغربي كذلك نحن ملزمون بالرجوع إلى ابن خلدون سواء انصرف اهتمامنا إلى الحضارة العربية الإسلامية كالدول ومجتمعات واقتصاد أو كان شاغلنا الحضارة العربية كفكر وثقافة فابن خلدون لا يقدم لنا المادة وحسب بل يقترح نوعا من القراءة لهذه المادة إذا أكملت أخبرنا عن رأيك في محمد عابد الجابري وهل كنت تعرفه من قبل هل سبق وإن اتقلت على أعمال هذا المفكر المغربي والفيلسوف الكبير أخبرنا برأيك في التعليقات ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصل في الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته